موسيقى هكذا تبدو احدى الشوارع بمدينة برج بوري ريج شيء من الاخضرار يزين وسط هذه الطريقة وعدة طرقات واماكن اخرى بفضل حملة تشجير شرعت فيها جمعية اصدقاء البيئة والطبيعة منذ فترة طويلة هذا المشروع بدأ منذ عدة سنوات حتى قبل تأسيس الجمعية وره متواصل والنتائج الاولى انا اقول نتائج اولى بس باذن الله ما زالت خدمة كبيرة في الشوارع الرئيسية ما زالت خدمة كبيرة في المداخل المدينة ما زالت خدمة كبيرة في الساحات الرئيسية والحديق العمومية المدينة لم تكتفي الجمعية بالتشجير فقط بل ترافق مشروعها التطوعية هذا من خلال سقي ومتابعة الاف الاشجار في كل الاوقات واحيانا حتى ساعة متأخرة من الليلة كل الليلة حاولي كين ربع كمين ودفوها خمسة وكل كمين يدير ثلاث ثلاث فياجات ثلاث روار وطاسع يعني كل الليلة ما يفوق من ثلاثين الف لتر باش نسقيو الصغير والكبير ومن مختلف شرائح المجتمع يشاركون في العملية وفي الواجهة متطوعون يملكون تجربة طويلة في المجال انا حياتي كاملة ونفس الجراء هذه والتطوع من الخمسة وسبعين ونفس تطوع موش يعني ذا هذه هضراء والله بالدليل يعني بالدليل خلصنا الخدمة هزينا الاروترات قلنا لازم من نكمل المسيرة جمعية اصدقاء البيئة من بين الجمعيات الناشطين كثير في هذه الولاية هذه ولقد ابانت عن هذا الناشط بهذا النتائج اللي رأي ظهرها في المدينة تقريبا منذ سنوات لم يشفن هذا الاخذير على مستوى المدينة برج بوري ريج على الرغم من ان الجمعية تتلقى مساعدات من المسؤولين المحليين الا ان المواطنة هو الاخر يشارك في العملية بطريقة او باخرى أفكار كثيرة ومشاريع تطوعية عديدة تنوي الجمعية تجسيدها في مجال البيئة لتزيين محيط برج بوري ريج وتقديم صورة حضارية عن الولاية في وقت يتغير فيه المناخ وتتراجع المساحات الخضراء مشروع الكبير اللي راح ان شاء الله نبدأه فيه ابتداء من نهاية شهر اكتوبر اللي هو مشروع الف شجرة لعاصمة البيبان الف شجرة من الحجم الكبير من النوع الرافعة هي صور تعكس قيم المواطنة وتجسد روح المبادرة ومشاهد ينتظر ان تتكرر في مختلف مناطق الوطن الخضراء فما احوجنا لمثل هذه المبادرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر